مشاهدي نهارك سعيد لسه مستمرين معاكم نهاردة في فقراتنا والحقيقة دلوقتي هيكون معانا فقرة بتخص المخالفات او التجاوزات او الانتهاكات زي ما يعني يحلوا لحضراتكم تسميتها وده شفناه طبعا في المرحلة الاولى ويمكن كنا عقبنا عليه وشفناه كمان في المرحلة التانية في الاعادات الخاصة بالاولى والتانية ودلوقتي هنتكلم عن المرحلة التالتة بجوالات الاعادة الخاصة بالمرحلة التالتة الحقيقة مركز الاندلس هو مركز من المراكز المخصصة في مرأبة الانتخابات النهاردة هيكون معانا الاستاذ محسن كمال نائب مدير التنفيذي للمركز علشان يكلمنا اكتر عن اكتر الانتهاكات او المخالفات اللي تم رصدها في المرحلة التالتة تحديدا مما اننا كنا تطرقنا لده في المرحلة الاولى والمرحلة التانية صباح الخير صباح الخير انا بحدثك معانا وزي ما كنت بقول انه يعني في ناس كتير اصلها بتتدايق من الكلام يعني في ناس تقول تجاوزات لا هي مش تجاوزات هي مخالفات لا هي انتهاكات فزي ما بنسميها يا في الاخر حاجة غلط حصلت مش المفروض ان هي تحصل نسميها بقى حاجة صغيرة نسميها حاجة كبيرة يا في الاخر انت خلفت قانون معين المفروض انك كنت تتبعه ما اتبعتوش وعملت حاجة تانية يعني زي ما هنسميها بس هل فعلا في مخالفة نقدر نقول عليها انها حاجة صغيرة كده تعدي وحاجة لا دي لازم نقف عندها ولا بالنسبة لحضراتكم او بالنسبة لمرائبة الانتخابات ده كله بيعاد في نفس المركز او في نفس الطريق طيب اه هو في البداية بس احنا عشان ما اضع مخالفات وتجاوزات احنا بنضيع اوقات كبيرة في مصر انا خاصة في الفترة من بعد 25 يناير ايه وقت كبير في ان احنا بنتخاني او نختلف حوالين تسمية الاشياء المصطلحات اه في النهاية انا كمرائب برايب العملاء الانتخابية انا برايب اجراءات العملاء الانتخابية وبالتالي اي خطأ في الاجراءات هو بالنسبة لي خطأ يعني ما نفعش اصنفه خطأ كبير او خطأ صغير بالزبط لانه يمكن احنا عشنا فترة قبل الانتخابات الاخيرة دي في 2011 كان بيبقى فيه بجوار انه فيه مشاكل في الاجراءات بتاعت العملاء الانتخابية كان بتحصل مشاكل تانية على مستوى ان يبقى فيه بلتاجية او 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 لكن اختفاء ظواهر البلتاجية والعنف دي مش معناها انه الاجراءات لو كان فيها حاجات بسيطة زي ما الناس بتسميها انه لا احنا كده انا بقى فرحانيه ونكمل اطلاقا لانه اي اجراء ما بيتمش بشكل صحيح معناها فساد العملية الانتخابية وبالتالي معناها ان انت تقدر تروح قدام محكمة القضاء الاداري تطعن على الاجراءات اللي حصلت في العملية الانتخابية وتقدر تاخد حكم محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة وبالتالي تصبح الانتخابات في الدايرة دي فيها مشكلة يا اما ساعتها القضاء فعلا بيصمم وبيتم الغال انتخابات في الدايرة وقاعدتها زي ما حصل في دايرة الساحل او انه ما بيحصلش ده وبيفضل بقى فيه مشكلة طول الوقت انه فيه عضو في البرلمان قاعد جوه وفيه واحد تاني قاعد برا بيقول والله انه الراجل اللي دخل جوه ده عليه حكم محكمة انا واخد حكم محكمة ببطلان المقعد بتاعه وتبع عندك مشكلة شبيهة بمشكلة 2010 لما كان اكتر من 90% من مقعد البرلمان كلها عليها احكام قضائية وبالتالي الحكم القضائي بيقله في الاجراء فانت بتلاقي انه الانتهاكات اللي شغالة في الانتخابات في مصر من المرحلة الاولى والمرحلة التانية استمراراً للمرحلة التالتة كلها بدأ بالاجراءات بداية من اول حاجة كشوف الناخبين نفسها ده اول اجراء المفروض في اي عملية انتخابية سليمة الناس بتضيع وقت كبير قبل الانتخابات ما تبدأ في تنقيح كشوف الانتخابات وده شيء مهم جداً لانه انا مينفعش اروح اللجنة الاقي فيها اسامي ناس متوفين او ناس مش هيصوتوا ليه؟ لان هو ده اللي بيدم ساحة لما يسمى بالتسويد مزبوط ازاي؟ لان انا لما يبقى عندي كشف فيه 1000 واحد في اللجنة دي انتخب فيه منهم 300 ماتوا اصلاً بس اساميهم موجودة فبالتالي انا كموظف او اي حد عنده استعداد انه يزور هيستنى لما الانتخابات اروب اليوم من انتخاب الميارة بيخلص ويبدأ يوقع قدام النا ويعلم على التلتمية او ويحط لهم اصواتهم ولسه بعد ما نشوفهم التلتمية دم تصوطوا وصوطوا مين عشان تطلق اصواتهم وبالتالي فالاجراء بتاع ان انا اروح عليك كشف الناخبين في اسم جدي وجدي متوفي ده فيه مشكلة طبعاً الحاجة التانية موعيد فتح اللجان يعني احنا من المرحلة الاولى واحنا بنقول و بنشتكي للاجنة العليا للانتخابات من انه موعيد فتح اللجان ما بتتأخر ما بتتفتح شي في معادها بالزبط الموضوع اوصل للمرحلة التالتة انه فيه لجان بتتفتح الظهر يعني الناس بتصحى من النوم وتفطر وتعدى على بعض وتشرب الشاي وبعدين تروح تفتح اللجنة عشان نستصوت اه نعم فرغم ان احنا كن مفروض ان نتفادأ ده على العكس تماماً اللي حصل العكس تماماً يعني في المرحلة الاولى كنا بنشتكي بن انه القضاء بيوصلوا اللجان مت اخر اللجان بتتفتح مت اخر فالمفروض او الطبيعي ان احنا كنا نتفادأ ده في المرحلة التانية بمرحلة التالتة وفي جوالة الاعادة على العكس تماماً الموضوع بقى بيتأخر اكتر اه احنا يعني من تأخير من تمانية لعشرة الصبح بقى فيه ناس بتفتح اربعة ظهر اللي هو يعني حقيق يعني فاضل على الانتخابات ثلاث ساعات تلحق وتروح بالظبط فدي مشكلة تانية في مشكلة تالتة انه ساعات القضاء نفسهم عارفة بطريقتنا المصري دي اللي هو ايه يعني انت مفوض ان يفتح اللجنة له مجموعة من الاجراءات معينة لازم تستنى وكلاء المرشحين او اول كم حد من المصوتين جاي احيانا احنا يعني افتح اللجنة وخلاص فبالتالي محضر فتح اللجنة نفسه اصبح غير سليم اجراءا وده حاصل في الجان كتير عشان كده فيه ناس كتير بتعول على فكرة انه انا ما كسبتش في الانتخابات هنقدر ان انا اروح ارفع قضية وعندي من الاجراءات الباطلة كتير جدا فان انا بتلع عملية الانتخابية فبالتالي لأ احنا انا كمرائب ما ببصش لايه حاجة غير للاجراءات وبالتالي طول الوقت اللي عندي في الاجراءات فيه مشكلة يعني مثلا في المحلة مثلا او في الغربية في اكتر من محافظة تانية سواء في كل المراحل بس ده في ما يخص مرحلة تالتة ظهرت مثلا الورقة الدوارة ما يسمى بالورقة الدوارة اللي هي ورقة التصويت بيتم متسربها خارج اللجنة من غير ما يكون عليها اي صوت متعلم وبالتالي تقدر تستعمل ورقة التصويت دي في ان انت تديها للمواطن داخل يصوت فاضية وتقول له انه لما تدخل اقاسف هتعلم له تفع على المرشح انت عايز صوت له وتقول له ادخل حط دي في الصندوق وهاتلي الورقة الفاضية اللي هيديها لك القاضي ولو واجبت الورقة الفاضية هتدي لك قصادها 100 جنيه 200 جنيه اي ان كان مبلغ المالي وبالتالي ده في الاجراء المفروض ان الورقة دي ما بتتصربش ان المفروض ان الورقة دي ما بتتصربش احنا من المرحلة الاولى وده انتهاك او خطأ او ان كان او مخالفة مستمرة ان اوراق التصويت بتكون متصربها ليلة الانتخابات يعني انا وبما ان انا هم بشتغل في المراقبة فتى بيجي لك تليفونات بقى بالليلة انه حد بيتكلمك من محافظة الفرنية احنا معانا اوراق التصويت ممكن نسربها مش بس كده بعد التصويت بعد الفرز والجامعة انا عندي عندي في يعني عندي مجموعة من اوراق التصويت يمكن الناس طلعتها قبل كده في برامج تانية الناس اللي صوتوا وفرزوا مفروض الورقة ده بيفضل بيفضل محتفزين بالفترة الورقة ده بيرموه في الشارع بعد كده طب يعني لو في اي حد عايز يطعم على اي شيء هيتطعم ازاي؟ هيتطعم ازاي؟ هيتطعم ازاي؟ فده ده مشكلة في العملية نفسها كمان المراقبين بتوعنا كان عندهم ملاحظات حوالين كمان عملية الفرز يعني انا عملية الفرز احنا متخلين احنا في عام 2011 لسه بنفرز بنفس الشكل بتاع فيلم الجردل وكانا كالتعاد الامام وشلين الفكرة انه كل اماكن الفرز عبارة عن مكان كبير واسا فيه ناس قاعدة ناس عمالة بتعد وحد بيقول لحد ارقام وحد بيقول يعني انا اللي المراقبين رصدوه وانت بدارش تقول انه اللي بيحصل غلط لكن انا بقول لك مثلا بقول لك رمز مثلا الجردل 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 انا ممكن مايكونش قدام الجردل طبعا وفيش حد بيتشيك علي وفيش حد بيتأكد اللي انا بيقول ده صحة ولا وبالتالي فيه واحد قاعدة جنبي عمال بيجمع اصوات اه طيب انت شايف انه انه ده يعني اسمي ايه او نسمي ايه هل ده ممكن يتسمى الخطأ لانه افتكر انه اللي بيخطأ بيبقى مش عارف الصحة فبنقول عليه انه هو بيخطأ او بيعمل حاجة غلط انما لما بتعمل حاجة غلط وانت عارف ان هي غلط وما بتتعلمش حتى من اللي انت عملته قبل كده وبتعلمش حتى من الاخطاء اللي انت عملتها قبل كده هل ده استهتار مثلا هل ده يعني تقليل من مجهود الشعب المصري اللي نزل وقف عند لجان الانتخابات من الساعة 8 الصبح بكل فئاته بكل اعماره ده ايه يعني انتو بتسموه ايه كمراقبين حتى انا بيحبب نسميه مسئولية الدولة مسئولية الدولة اللي هي مش مسئولية الحكومة برضو عشان يعني يعني ما في فرق بين الحكومة والدولة اكيد لانه العملية الانتخابية الشكل اللي اتعاملت مع الدولة هو شكل اهتمام بانه يحصل الانتخاب لكن مش اهتمام بانه الانتخابات دي هتسيب ايه عند الناس لانه اللي انت بتقوليه مزبوط في حاجة انه الناس نزلت وحصل عندها اقبال ضخم جدا على الانتخابات الناس دي لو الانتخابات دي ما علمتش معاهم ما علمتهمش حاجة ما اثرتش فيهم بشكل ايجابي مش هيبه عنده المبرر انه يروح لمرة تانية مزبوط او ابنه مش هيبه عنده المبرر انه يروح لما يكبر وبالتالي انا مفروض ان انا الانتخاب يعني احنا مثلا محدش اخد وقت مسلا في التلفزيون سواء في اي قناة من القنوات انه يتعمل برامد للناس تشرح ايه هو دوري انا كناخب ان انا اروح الانتخابات ومش بس دوري كناخب انه انك هتروح اللجنة هتلاقي اسمك مش عارف فين لا مش بس فكرة الاجراء فكرة الانتخابات دي ايه القيمة بتاعتها ولما هتبن القيمة هيبقى فيه مراقبة متبادلة يعني الناس مش هتحتاج ان انا اروح اجيب المراقبين ادربهم واروح الانتخابات انت هتصبح كمواطن انت مراقب للعملية الانتخابية لانه لو انا فاهم العملية الانتخابية بتتم ازاي كمواطن رايح اصوت هتخل اتكلم مع القاضي لما اشوف حاجة غلط والله انه مفعش يحصل كذا لكن انا اصبحت كمواطن هل كل الاخطاء اللي حصلت دي ممكن نقول عليها انها قلة خبرة مثلا deanee كان انت كمراقب but you're captive in 2004 يعني الاندالوس موجودين من él 2004 هيحنا هنتكلم برضو في ده هل تقدر تقول عليها قلة خبرة لا مضح على قلة خبرة اوكي لانه في النهاية اللجنة العليا للانتخابات وكل القائبين على عملية الانتخابات ومالشا عندهم خبرة طويلة بمجال الانتخابات الفكرة كلها انه ممكن متكونش قلة خبرة بالاجراءات نفسها على قد ما هي قلة خبرة بتنظيم العمالية الانتخابية سوء تنظيم سوء تنظيم العملية الدخالية ويمكن هما كانوا يعني كن بيجلنا شعور بالرفض احيانا ان هما رفضين ان هما يتعاونوا معنا احنا كمنظمات مجتمع مدني بنقترح ان احنا ممكن نساعد يعني احنا ممكن نساعد في اكتر من حاجة يمكن كتبسل واحدة من المشاكل انتم متهمين دلوقتي بالتمويل اه طبعا احنا على الليحة انتم متهمين دلوقتي بالتمويل من الخالج وانه في عملية اجهاد لمصر بسبب منظمات المجتمع المدني يعني برضو في مشاكل كتير جدا عليكم دلوقتي يعني موضوع التمويل ده خليبا ايه رأيك ستعين في الموضوع ده بما اننا يعني فتحنا وانك اتكلمت في انكم من منظمات المجتمع المدني ايه رأيك في الاتهامات اللي بتتقال عن منظمات المجتمع المدني يعني جزء منها مش بعضها بانها ممولة من الخارج وانها مدربة الشباب وبانها بتعمل على اجهاد مصر وبتعمل على اجهاد الدولة يعني كلام كتير قوي بتقال ردك ايه عندما يلنك يعني شاب مصري ورقابة الانتخابات وفي منظمات المجتمع المدني اه انا هقولك انا غير كده كمان انا سافرت امريكا شفت بقى وقابلت هيلاري كلينتون وزارة الخارجية الأمريكية يمكن عندي فيديو يعني قابلتها في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية هناك وتصور المؤتمر فيديو عادي فدلواتي لا بيستعمل الفيديو على الانترنت وعلى مجموعة قناة معينة يعني بيستعملوا انه المجموعة المجبوهة اللي قابلت هيلاري كلينتون انا مع انه يحصل تحقيق يعني خلاص اذا الناس عندها اذا فيه حد عنده شك سواء حد مواطن او جهاز من اجزة الدولة يبقى يحصل تحقيق بس كمان لما يحصل شوف نتيجة التحقيق ايه بس لما يحصل تحقيق ياريت من البداية يبقى معروف القوانين اللي بتحكم هذه العملية لانه لا يجوز قانونا انك تضيف نصوص قانونية تعاقبني بيها بعد ما تبدأ يعني بعد وقوع لو كانت جريمة لو انا بكتعملت الجريمة وبالتالي لازم تقولي من الاول او تقولي الناس اهي النصص القانونية الضابطة لعملية انك تتلقى تمويل اجنبي في مصر دي حاجة الحاجة التانية حقق بس كمان على نتاجة التحقيقات دي للناس لانه ما ينفعش تطلع تعملي في كل التلفزيون والجرائد ان انت عميل وممول ولما تحقت لقيني مش عميل وممول ما تقولش حاجة خالص لازم تتكلم على الموضوع ده نظبوط الحاجة التانية انه يعني التمويل مع اصل الجهات اللي الناس بتتهمنا ان احنا بنتلقى منها تمويل وعمالها دي جهات موجودة داخل القاهرة يعني دي مؤسسات موجودة داخل القاهرة الجهة الممولة نفسها يعني انا مثلا استغرب مثلا يقولك انه اخده مش عارف اين المعونة الامريكية طيب هو في المعادي يعني المكان اللي فيه المعونة الامريكية في المعادي الشارع اسمه شارع المعونة الامريكية ده اسمه في الورق عند الحكومة الحكومة المصرية سمت الشارع باسم المعونة الامريكية فيعني مين اللي ادهم شرعية انا ولا انت يعني طيب خليها نرجع مرة تانية لوقت الفقرة الحقيقة بيجري أنا مبسوطة أن إحنا كمان فتحنا معك الموضوع ده نرجع مرة تانية للمركز الأندلس وللانتهاكات أو المخالفات أو الأخطاء أو التجاوزات بعد ما بيتم رصد كل الأخطاء دي إحنا كنا قبل كده استضفنا الحقيقة مجموعة برضو جميلة جدا من المراقبين على الانتخابات وقيل أنه هما بيكتفوا بأنه الأخطاء دي تتصور وأنه في حد ذاته الفيديو ده في حد ذاته كأنك بتقدم بلاغ للنائب العام وبعدين قيل أنه لا ده لازم الانتهاكات دي ترصد تماما وتتقدم في بلاغ رسمي للنائب العام هل تم تقديم بقى بلاغات يعني اشتغلتوا على كل الحاجات اللي رصدتوها ولا بتكتفوا برصد الأخطاء فقط طيب إحنا في البداية إحنا بنشتغل ضمن مركز الأندلس بنشتغل ضمن تحالف اسمه التحالف المصري المنوذبة الانتخابات فإحنا في التحالف ده معنا حوالي 126 جمعية أهلية تانية يمكن واحدة من أشهر الجامعيات اللي ما أنا فتحالف هي المنظمة المصرية لحوال الإنسان وهي عندهم باع طويل في موضوع القانون وكده أيوه إحنا بنشتغل لحظة بلحظة عندنا حاجات بتتصنف بيتم تقديم بيها مش بلاغات على قد ما هي محاولة نصح لللجنة العلية للانتخابات يعني بنبلغهم مش النهاية بالعام كمان يعني مش بنروح نشتك الأول إحنا الأول بنكلم اللجنة العلية للانتخابات نقول لهم والله إحنا المرابين بتوعنا بيرصدوا كذا وكذا وكذا وستعبت فيه مشاكل في وقتها يعني فيه مشكلة شغلة حاليا في لجنة معينة فبنقول لهم والله لو تقدروا تحلوا المشكلة في اللجنة الفلانية مثلا لجنة الناس بتشتكي منه القاضي مشي وما مش عارفين يعملوا ايه هيصوتوا ولا كده اللجنة قفلت فبنكلمهم والله في اللجنة الفلانية المصوطين موجدينه بقولوا القاضي مش موجود واللجنة قفلت فعلا ممكن تفتحوا اللجنة وتتصلوا فيها دي حاجات في وقتها في حاجات تانية لأ أنا بنجمعها وبنقدم بيها مش بلغ للنائب العام بس بنعمل مؤتمر صحفي لأن أنا في النهاية أنا برائب الانتخابات بناء على نص دستوري بيتيح الرقاوة الشعبية فأنا مش مهمتي إن أنا اللي أروح أرفع القضية يعني أنا مهمتي إن أنا رائب وأعرض ده على المواطنين وبعدين أي حد من المواطنين ممكن يكون ناخب صاحب مصلحة فإنه المرشح اللي كان عايزه يكسب ما يكسبش أو مرشح أو حزب سياسي يكرر أنه يرفع قضية ويستند في دعوة إلى الحاجات اللي إحنا موثقونها لكن أنا مش طرف العملية الانتخابية أنا مش طرف صاحب مصلحة أنا كل مصلحتي في إنه ما حدث يراه المواطن بس أنا لحد هنا وموضى بينتي لو قدرت إن أنا أنصح اللجنة العليا للانتخابات بعمل ده لأنه ده جزء من المسؤولية ما بتقدموش بلاغات يعني إذا اللجنة العليا ما استجابتش مثلا لكلم من كلامه خلاص إحنا بننشر التقارير بتاعتنا إحنا كده أو كده سواء استجابت أو ما استجابتش بننشر التقارير بتاعتنا بشكل دوري يعني بعد كل مرحلة انتخابية بنعمل مؤتمر صحف ينعلم فيه التقارير بتاعتنا وبعد ما الانتخابات كلها تخلص بنعمل تقارير مجمع للكل اللي حصل في العملية الانتخابية تمام يقدر أي حد أنه يرفع دعوة قضائية يستند فيها إلى الكلام ده إلى الكلام المواصل جوه التقارير لكن أنا مش صاحب مصلحة في أنه أنا روح أرفع قضية في حاجة معينة إلا إذا كان فيه انتهاك بيعد أنه يعني بيمثل مشكلة على مواطن يعني مثلا فلنفترض أنه أنا عندي ناخب راح يصوت واكتشف أن هذا الناخب تعرض لأي مشكلة أنه حد ضربه وحد عمل فيه مشكلة أنا أعرف أعرف عضية لهذا الناخب لهذا المواطن جميل أنا بشكرك على وجودك معنا طبعا وبشكرك أكيد على مجهودك من خلال مركز الأندلس الأستاذ محسن كمان نائب المدير التنفيذي لمركز الأندلس نهارك سعيد وبشكرك على وجودك معنا النهاردو بتنالك التوفيق إن شاء الله مشاهدين نروح للفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد خليكم معنا